بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نكمل معكم حلقة HTML5 وحلقاتنا حتستمر إن شاء الله بعد قطاع طويل دام لي أكثر من سنة وذلك بسبب انشغالي بالتراسة نكمل معكم HTML5 طبعاً آخر ما وصلنا إلى يعني آخر ما مرة تكلمنا فيه عن HTML5 نصحتكم بأن تنزلون النطبات بلاس 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 وقلت لكم إنه ممكن تشتغلون على النطبات الموجودة على الحواسيب ولكن أنا نصحتكم بالنطبات بلاس 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 HTML5 هي لغة التاكس قبل ذلك كيف نخصن الصفحة عندنا؟ نأتي إلى الفايلز Save As هنا نختار الـ Hypertext Markup Language HTML وهنا نكتب اسم الصفحة اللي حنخصنها مثلاً إذا كانت الـ Home Page الصفحة الرئيسية نخزنها على أساس الـ Index أنا خزنتها على أساس إنه هي صفحة تيست للتجاوبة وأنصح المبرمجة بشكل عام إنه في أي برمجة معينة في البداية يخزنوها على شكل تيست أو تيست أفضل مثل ما بينا لكم إنه اللغة اللغة الـ HTML هي لغة الاستدعاءات اللي هي الـ Tag Calls Tag التاك رمزها بشكل عام بهذا الرمز بهذا الرمز بهذاين القوسين يرمزلها بشكل عام تبدأ بـ يعني لو افترضنا إنه كتبنا تاك حينفتحنا صفحة يعني حينفتحنا جزء برمجة من أجل غلق هذا الجزء البرمجة أيضاً نجي نفتح تاك ونغلقها فبالتالي هذه الصفحة انغلقت عندنا إيش فائدة هذه التاك هي يعني تفيد مثل ما بينا الاستدعاءات مثلاً التكست لو وضعنا التكست معين أو طبعاً شيء معين هنا حيكون هذا الجزء هو البارس هذه الأجزاء التاكس هي اللي حترسم إنه هذا الرسم في الصفحة متحدد خلينا نقول نوع الخاط وحجم الخاط ولون الخاط وموجود التكست في الصفحة في موقعها يعني فبالتالي هي اللي حت توضح لنا أو هي المسؤولة عن ظهورها في الصفحة طبعاً من الأمثلة أيضاً إنه عندنا يعني هذا مثال يعني ذكرنا فيه إنه عندنا دبل تاك تاك للبداية وتاك لغلق الأمر عندنا طبعاً من الأمثلة الأخرى اللي هي تبدي وتنتهي بتاك وحدة اللي هو هذا الأمر مثل ما شفتم ما فتح لنا مثل السابقة يفتح لنا ويغلق لنا هو تاك واحد هذه يعني لا تدوقون حالكم فيها يعني هذا مثال فقط بسيط جداً هنجي إلى شرحها في الحلقات القادمة إن شاء الله الآن هنطلع من النظريات هندخل بشكل مباشر إلى الجزء العملي أول شيء لازم نحدد نوع الـ HTML اللي نشتغل عليه النقطة هذه يعني تحديد نوع الـ HTML يأتي من خلال المبرمجين طبعاً يعرفوها هذا الشيء اللي هو الـ Doctype الـ Doctype في الـ HTMLات السابقة يعني مش الـ HTML5 وإنما في الـ versionات السابقة اللي أقل من الـ HTML5 كنا نكتب سطر طويل هنا أمام الـ Doctype أما هنا فيكفي إنه نكتب HTML هذا معناها إنه إحنا حددنا إنه إحنا حنشتغل على الـ HTML5 الجزئية الثانية هي إنه نحط بداية ونهاية مثل ما وضحنا في الـ Tag الـ Double Tag اللي هو تحديد بداية ونهاية الصفحة HTML نجي إلى هنا يعني إلى هنا عفوان HTML نغلق الصفحة هذه الجزئية كل ما يتعلق بالـ HTML تنكتب هنا وهذه البداية ونهاية الـ HTML تسمى عند المبرمجين بـ Root Element الـ Root Element هو العنصر للبرمجي اللي يعني يجب أن تطبع كل أكواة الـ HTML داخلها وبالتالي ما نستطيع أن نضع كود هنا مثلا هذا الكود البرمجي ما يظهر إلنا أو ما ينطي أثره في الصفحة أتمنى أن أكون فقط في درسي لهذا اليوم عن الـ HTML5 إلى الحلقات القادمة وإن شاء الله تكون بسرعة ألقاكم في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته